قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في مواجهة مع قوات الجيش الوطني في محافظة حجة ووفق مصادر ميدانية فقد اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في قرية الطينة الواقع على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس وقرية المقاطعة التابعة لقرى بني حسن وضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني رصدت التسلل وأفشلته وكبدت الميليشيا قتلى وقرحة في صفوفها وإلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات قوية على مواقع الميليشيا الحوثية الشمال المحافظة وقصفت مقاتلات التحالف بغارتين قويتين تجمعات لعناصر حوثية في قرية بني الخمق شرق مديرية حيران نتج عنها قتلى وقرحة في صفوف الميليشيا فما استهدفت بغارتين قويتين تجمع للميليشيا في قرية الحمراء بمديرية مستبة مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها ودمرت مقاتلات التحالف بغارة أخرى عربة للميليشيا من نوع بي ام بي في مدينة حرض